اهلا بكم اعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن سحب بعض منتجات ادوية مرض السكري التي تحتوي على مادة ميتفورمين بسبب احتوائها على شوائب مصرطنة فيما استأنفت الهيئة الادوية الاخرى التي تخلو من تلك الشوائب والامنة للاستخدام واكرت الهيئة انها اصدرت قائمة بادوية مرض السكري المسجلة والموجودة في مملكة البحرين والتي تحتوي على مادة ميتفورمين خالية من الشوائب المصرطنة واوسط منتسب الرعاية الصحية بالمملكة بعدم صرف او استهلاك او وصف اية ادوية تحتوي على مادة الميتفورمين غير الادوية المذكورة في التعمل وحول هذا الموضوع سرنا ان يكون معنا في استوديو البرنامج سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاه مع الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اهلا بكم من جديد مشاهدين وباسمكم اسمحوا لي ان ارحب بضيفتي الكريمة سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاه الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مساء الله بالخير دكتورة مساء الخير لك علي ولمشاهدين سعادة بوجودة معانا في استوديو كالعادة دكتورة الناس على اثر اعلانكم بسحب بعض الادوية لوجود طبعا ادوية مرضى السكري لوجود شوائب مسرطنة فيها كانت سائلة يعني انتو توكم مكتشفين انتو ما تتجرون يعني فحوصات او اختبارات على الادوية قبل ما تدخل البحرين ويتم تعميمها او صرفها او تداولها شلون تم هذا الاكتشاف وهل هذه الاشياء تحدث يعني ليست اول مرة نعم هو في الواقع الادوية تدخل في متطلبات معينة في الملفات لها نضمن ان هي ذات جودة وان تم تصنيعها حسب شهادات الجودة او دلائل الجودة المعتمدة هذه المواد تحديدا اللي يسمونها الـ NDMA اللي هي المواد المسرطنة مو ضروري تكون موجودة لما يقدم لك هو الملف ممكن تصير في الدفعات اللي بعد بعدين تتصنع ممكن تصير بعدين مع التخزين ممكن تصير في اي وقت ثاني واصلا هاي المواد هي موجودة في الطبيعة وموجودة في بعض المواد الأكل يكتشفون في بعض الماء و لكن بنسب قليل جدا وما اكتشفتها الهيئات الدوائية ان هي ممكن تصير في الدواء الا في السنوات القليلة الماضية اكتشفت انها ممكن يصير في الدواء اثناء التصنيع فابتدت تسوي تحاليل عشوائية لبعض المنتجات الشركات واللي يثبت فيها تقوم تسوي مزيد من التحاليل لأنها هي تحليل خاص ما يتساوي كل مرة لما يقدم لك الدواء لأنه ليس ضروري لما يقدم لك ملف الدواء يكون فيه احنا مثلا العام الماضي واللي قبله منعنا دوين واحد دواء للضغط ثبت فيه سحبنا وكان فيه دواء لو تذكرون عن الحموضة ايضا وقفنا لأنه ثبت فيه طبيعة العمل كهيئات رقابية على الأدوية أنه يتم إصدار تحذيرات من أي هيئة تكتشفى قبل فتعمم على الباقي الباقي يطلبون من الشركات إثبات أن منتجاتها خالية من هذه الشوائب أو يقومون بتحليلها إذا أرادوا فيه مختبراتهم الخاصة يعني هذه الأدوية لا تخضع لهذه الفحوصات للتأكد من خلوها من بعض الشوائب المسرطنة ليس بشكل دوري ليس بشكل دوري ولكن إذا في جهة معينة اختبرت دواء ما أو شيء يتم تحليلهم بطريقة ما يعني خلل نقول دوري أشياء دورية بعد التسويق لأن أنت عندك شيء قبل التسويق يجب لك ملف دواء ويقول لك هاي دواي وأنا أنتجتها بهذه الطريقة ما تقدر تثبت أنه في هاي المواد يمكن بعدين كل ما إنتعطيت الموافقة لكن بعدين تيلك الشحنات اللي عقوا شحنات معينة يطلع فيها وشحنات ما يطلع فيها فإنت تكتشف بعدين إذا اكتشفت الشحنات كلها تصير عليها علامة تساؤل دكتور أنت حين أعلنت عن قائمة بالأدوية اللي فيها شوائب مسرطنة وأعلنت عن قائمة أخرى من أدوية لا توجد فيها طبعا لمرض السكري لا توجد فيها مثل هذه الشوائب واليوم أيضا كان فيه تحديث أخير لقائمة جديدة وأعتقد أيضا رح تعلنون عن قائمة أخرى شنو الإجراءات اللي اتخذتوها خلال هالفترة خليني أقول لك إحنا ما أعللنا عن الأدوية اللي ممنوعة لأن القائمة طويلة بالأدوية كلها لو نطلعها وخليني أركز على شيء واحد الممنوعة قائمة طويلة أي هي فيها أنواع كثيرة وبعضها موجود في البحرين بعضها مو موجود في البحرين فأحنا شووين نحن أولا نتكلم فقط على الأدوية اللي فيها دواء الميتفورمين الميتفورمين موجود في بعض البريات السكر مو كلها مثل الناس اللي تعرفت عليه الغلوكوفاج وفي أنواع من الغلوكوفاج فيه الغلوكوفاج سليم ثبت أننا ما فيه وفيه غلوكوفاج تحت التحليل وفيه أدوية فيها غلوكوفاج فيها ميتفورمين مع دواثاني فهذه اللي إحنا شويننا أولا نزلنا القائمة السليمة الأولية الأولى اللي إحنا متأكدين مئة في المئة أننا ما فيها نزلنا قائمة معينة ونشرناها على الموقع الهي اليوم وإحنا نتكلم فيها البرنامج في قائمة جديدة تطمننا للجمهور أنها سليمة ونشرناها وهل مرة نشانناها بشكل أوضح مع الصور العلبة لأن الناس أحيانا باسم الدواء صعب عليها تعرف فقلنا خلاص بنعدل بصورة القائمة طيب هذه المادة الشوائب هذه مثلا اللي دخن معرض للإصابة فيها أنا معروف أنه يسبب سطول فيها نسب ويد عالية موجودة في بعض أنواع اللحوم المقددة موجودة في بعض المعلبات قد توجد في بعض المعلبات ولكن نحن نتكلم على نسبة أنه عادي أن تكون موجودة هذه المواد لا تسبب لك مشكلة لكن إذا تجاوزت النسبة تصبح خطرة والمفروض لا تستخدم هل هي مثبتة علميا؟ هي مثبتة علميا من خلال التجارب على الحيوانات فقط أنه لما عطوا الحيوانات بكميات معينة تشوفوا أن الحد المعين إذا تجاوزه يصاب بالسرطان فالنتيجة إذن الإنسان قد يكون معرض للخطر النسبة المسموحة تكون أقل من 0.096 نانو جرام صغيرة كلش مثلا لقوا في المتفرمين وصلت لي واحد طيب فتعتبر إذن في هذه الحالة تجاوزت أنت النسبة فقير مسموح لدواءك أن يتم تداوله طيب هل أنا أوقف الدواء في هذه الحالة؟ شو سوي؟ نعم إذا فيه البديل المفروض أن أنا أخذ البديل لحد ما المصنع يصبح إنتاجه أو أنه أنا الليل حين ما تحققت مثل ما سوينا على القائمة قلنا للأطباء أنت تقدر إذا مريضك مهم مهم يواصل الدواء يقدر يواصل هالأيام القليلة القادمة لحد ما نتحقق وإذا ثبت خلاص تغير للدواء يعني دكتورة عشان نشرح الموضوع أنه علمي شوي وفي معلومات كثيرة أن هذه الأدوية جربت على الحيوانات ونحن عارفنا حيوانات الاختبار المادة الشوائب المسرطنة الشوائب المسرطنة فثبت أنها ممكن تصيب يعني يؤبت لهم هما السرطان معناته قد يعني ممكن كل واحد يستخدم هذه الأدوية هو كان عرضا أن يصاب بالسرطان لقدر الله ولكن هي قد تحمل خطر الإصابة بالسرطان صحيح دكتورة؟ بالضبط يعني خلنا نقول أنه احتمالات الإصابة شنو لو واحد خلنا نقول قاعد يأخذ سنين يوميا يتعاطى الدواء لمدة سبعين سنة كل يوم يأخذ هذا الدواء وفي هذه الشوائب بالنسبة المسموحة لا يصيدها شيء طيب إذا أخذ هذه الدواء وطلع فيه نسبة وطول الوقت يأخذها يعني لبن كن مئة ألف ممكن تنين وعشرين يصيدهم شخص وليس بوايد عرفت شنون لذلك نقول لنفرض أن نطلع في العالم في دواء مهم لحياة الإنسان لمرض معين وما لا بديل ولكن النسبة شوية زايدة أوقف الدواء إذا ما لا بديل ما وقف إذا كان مهم لحياته وما لا بديل إذا استخدام الدواء ينقذ الحياة أهم من النسبة التي يمكن إحتمالها عقب ما تترى كم سنة يتراكها ويصيدها كل مئة ألف وعشرين فهي معيار المفروض أقل من واحد إذا زادت النسبة ممنوع تداول الدواء وفي لأن هناك احتمالات لا يوجد أحد يقول لأنا وإلا أن هناك احتمالات أستخدمها لذلك نقول اخذ البديل ونحن نطلع حق الناس القوائم الآن السليمة ما بطلع القوائم ممنوعة لأن أنا ما أقدر أقول ممنوع حتى تثبت لي الشركات أو المختبرات أنه فعلا فيها هذه المادة بالتالي أي شخص عنده كان يستخدم دواء ما أطلع في قائمتك يواكفه يواكفه أو يرجع إلى طبيبة ما يواكفه من نفسه يرجع إلى طبيبة ويقول لي أقدر أواصلها كم يوم لما تطلع النتائج أو تعطيني البديل إذا في البديل يأخذ البديل يعني مرضى السكر وممكن أنا ممتخصص في الموضوع وطبعا بوجود حضرتك كل دواء خاص بنوعية أو كل مريض مثلا يمكنني ناصبها هذه الدواء حسب حالته ما يناصبها هذه فليس ليس على كيف يروح يختار بالضبط يعني دعني أعطيك مثلا أحين في القائمة اللي نزلناها اليوم فيه لغلوكوفاج اللي هو ألف ويد ناس تستخدمه بس هناك نوعين من لغلوكوفاج حق الشركة واحد ألف إكس آر واحد ما فيه كلمة إكس آر إكس آر يعني طويل المدى تأخذ حق 24 ساعة ما تحتاج أتكررها مرتين في اليوم اللي ألف سليم حللناه الإكس آر لا زال قايدة تحليل فإذا أهو متخوف وطبيبة يقول لها فيه العادي يستخدم العادي لاحن ما تطلع النتيجة يقدر يرجع عليه بعدين جميل شنو الإجراءات اللي قمتوا فيها دكتورة مع الجهات الموردة أو الموزعة مثل هذه الأدوية في الداخل والخارج لأننا في البحرين ما عندنا الاختبارات تعتمدون الاختبارات من المملكة العربية والسعودية نعم وما ينشر عالمياً أمريكا وغيرها شنو الإجراءات اللي تأخذونها في الفترة نعم نحن طبعاً أول ما تعلن أي هيئة معتمدة مثل هيئة الأمريكية للدواء والغذاء والهيئة الأوروبية عن وجود احتمالات للأدوية على طول إذا ثبت ذلك بنفس الدواء نقوم بنفس الإجراء تعليق أو سحب تعليق لا يعني السحب في أحين هذه الأدوية بعضها معلقينها ما سحبناها موجودة خلها عندك يا صيدلية في المخزن لماذا أنا أقول لك تقدر ترجع توزعها أو لا موجودة بس ما يتدورها ما يتدور نسمي تعليق وما نسمح بالإستيراد الجديد حتى نطمئن طيب أول ما مثلاً في أمريكا لما طلعت بعض الشركات اللي عندهم مو موجودة عندنا طلبوا من الشركات طوعياً تسحب أدوياتها فهناك في أمريكا شركات طوعياً هي اللي سحبتها هني الشركات اللي عندنا عطيناهم مهلة يعطونا إثباتات تحاليل من مختبرات معتمدة من الشركة أن منتجاتهم يعطونا النسبة اللي في منتجاتهم نحن نشيك عليها وأيضاً في بيننا وبين الهيئة السعودية اللي للغيذاء والدواء اتفقية التعاون ونعتمد عليهم في التحليل الهيئة السعودية أيضاً منفسها باقي تتحلل لأنه في منتجات ومصانع محلية خليجية أيضاً ما تم تحليلها خارجياً فهي بتحلل وتعطينا النتائج اجتباعاً ونحن ننتظر منها بقية النتائج فإذا المشاهدين اليوم شافوا فيه قوائم منزلة وبعض الأدوية ممنزلة ينتظرون القوائم التالية ننتظر التحليل ومعناتها أنها ممنوعة حتى الآن اللي بيطلع مسحوب رح نعلن عنه جميل تعفين دكتورة الحالة النفسية تأثر نعم ونحن اليوم في وسط أجواء المخاوف من كورونا والتباعد في كثير من الناس صاروا أكثر قلقاً أكثر توجساً يعني حابين نوضح للي كان يستخدم مثلاً لسنوات واكتشفنا الدواء في هذه النسبة هل في داعي أن يقلق ويخاف ويعتقد أنه مثلاً أنه عرضة للإصابة لا قدر الله يمكنه يعني لازم يفحص ولا لا كما تفضلت هي نسبة ومن أجل نفس ما نقول التطمين والأخذ بالأسباب نعم شوف أولاً لا يوجد داعي للهلاء ونحن نزلل بيان مشترك مع وزارة الصحة لا داعي للهلاء حتى لو طبيب قال لك كمّل الدواء لما تطلع النتائج با ما يوجد لأنه أنا ذكرت في البداية أن أنت تحتاج تأخذ الدواء فوق يعني مئات يعني سبعين سنة ثمانين سنة بشكل يومي ونسبته عالية بسبب إحنا الأدوية اللي قبل كنا يعني لما طلع بعض التحاليل فيها سحبناها بعض الأدوية ما في داعي للهلاء والقلق ما رح يأثر يومين أو ثلاثة هو طبعاً بقول لك أن القرار ذي مو بس في البحرين في العالم كلها سبب قلق للأطباء اللي محتادين أنها يدوه سليم ومعروف ويأخذونا من فترة وحين تفاجؤونا والمرضى صار علينا ضاقت ويتسائلون من حق المريض أن يقلق من حق الطبيب أن يتسائل لكن أنا كهيئة عندي معيار لا أسمح فيه أن شيء ضر صحة المريض فإذا طلع فيه شيء ويقول لها غير الدواء أو وكفة لازم يتبعون الهيئات شنو تقول هيئات الدوائية في كل الدول فأنا حين موقفة في البحرين شنو أنا عندي أدوية معلقة أكي بعضها سمحت لها خلاص قائمة الأولى نزلتها والقائمة الثانية اليوم والثانية بتشاهدونها بالصور هذه أوكي استخدمها بنستعرضها إذا طبيبك إذا شفت أن دواءك مو صورة موجودة كلم طبيبك قل لها هل في بديل من القائمة المسموحة ولا أنتظر أخذ دواء أستمر عليه لما تطلع القائمة الثالثة مع طبيبك يقيم لا توقف هاليومين ثلاثة مرة لا توقف ويأثر على حياتك لأن إذا وقفت وزاد السكر يكون أكثر ضررا من هذه الشوائب البسيطة التي موجودة فيها التي تشميهم أصلا وفي بدائل وفي بدائل دكتورة هل أنتو لما تطلعون مثل هذه القرارات تتراقبون أو تتابعون ردود الفعل هل حدث أي شيء من ارتباك لذى المرضى تابعتوا مثلا مع الأطباء كيف تصرفها وكيف كان البديل أو أنتو بس جهالها علاقة بالأدوية وليس بمتابعة الأطباء والمرضى لا بالذات هذا القرار يعني في البحرين كثير من الناس نسبة كبيرة يعني اتصالات كثيرة وتواصلنا مع بعض الأطباء السكر المعروفين وماشاء الله عليهم في بعضهم نزل فيديوات ساعدنا ونزل فيديوات من نفسه تعريفية ويطمن المرضى ولما شفنا في ردات فعل كثيرة أيضا تعاوننا مع وزارة الصحة ونزلنا البيانة المشترك طلعنا في بعض وسائل التواصل طلعنا مع الإذاعة نزلنا في الأخبار خبر أننا نطمن ولكن يبقى القلق أنا ما أقول لك يعني يبقى الناس في قلق والله إذا في بديل بدل لي ما في مشكلة الطبيب يقيم لأن فيه أنواع سكر تروايد بس فيه يعني الطبيب شنو يقول أنا مريضي مصدكت أنه ضبط السكر على هدوه بالفعل لا تبقى أوقف أقول لك لا توقف انتظر نتيجة التحليل وأطلع لك خلال الأيام القادمة الآن إن شاء الله يتوفون النشرة الجديدة إذا حبوا يبدلون 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 يحبوا أن المريض يستمر عليه لفترة لن تخرج النتائج إذا طلع فيه بعض الأدوية لا لم أطمنت لها وثبت لي بالتحليل لأن النسبة فيها عالية سأوقفها وأطلب من الشركة تسحبها من السوق وثبت لي بديل بديل مصنع وثبت لي يعني مصنع جديد وثبت لي فيه لأن هذه المادة أين تخرج؟ مثلا كنت شفناها في المواد الخام الأصلية التي تصنع فيها الدول أحيانا أثناء التصنيع تخرج وقصدا أن يضعها ليس مواد مضافة هي تخرج نتيجة التفاعلات كيميائية هي لأنها شوائب وليس مواد بحد ذاتها أحيانا من المذيبات إذا عادت استخدامها أحيانا من التعليب لمدة ودرجات حرارة معينة هي برحها تخرج فلازم أحين الهيئات الدولية في كندا وأوروبا طلبت من الشركات عمل تحليل المخاطر ويروحون يدرسون إنتاجهم من الألف إلى اليوم يشوفون وين السبب اللي تطلع هذه الشوائب ويحاولون يمنعونها عشان يكون إنتاجهم الجديد صافي أو ما نقول صافي 100% أنه نسبة أقل من واحد اللي يعني قلنا 0.96 0.096 وأنا برجع كرالت لهذه النقطة للتوضيح ذكرت أن يعني لحين التأكل في البيان مالكم لحين التأكل من خلوها من الشوائب المسرطنة أو وجودها ضمن النسب المسموح بها للاستخدام يعني هناك نسب مسموح بها للاستخدام ما ثبت أنها يتأثر لا يوجد شيء 100% في كل الأدوية في كل الأدوية في الأطعمة أنا قلت لك موجودة يعني في نسب معين الجو كلها ممكن يكون في أي شيء ضمن لكننا نتكلم على نسب مسموحة حتى أنت لما تحلل الهواء تقول والله في نسب مسموحة في الماء في نسب مسموحة ما ظهر ما ثبت أنه يظهر حتى لو دخلت الجسم الجسم قادر أن يتعامل معه ويطلعها بنفسه من خلال الكبد من خلال الكلا وهكذا لكن أنا لما يثبتلي بالتجارب وإن شاء الله تقول لي لا يصيد إلا في كل مئة ألف 22 وحدة 22 وحدة عندي مهمين فلازم أخذ الجراءات إن شاء الله ما حالي صيدة إن شاء الله أمهلتوا شركات الأدوية مدة 72 ساعة لتأكد وإثبات سلامة أدويتها نعم ما حدث وماذا يتأكدون أساسا دكتور شوف نحن في شركات عندها تحاليلها جاهزة وعندها شهادات تثبت سواء حلالات عندها أو في المصانع المختبرات المعتمدة وقدمت لنا أنه لا علاقة بهاي الشوائب وهذه أقل من 72 ساعة طلعنا القائمة الأولى بعض الشركات طلبت وقت قالت لأنا أحتاج يبلكم شهادات تثبت أن أنا ضمن النسبة المحددة وتعرف أننا عندنا وكالاء هنا يجب أن يحاولون الشركات الأوم والشركات الأوم موجودة في أوروبا عشان تسوي إهي التحليل أو يعطونهم شهادات لأنه بدأ وكل العالم يطلب منهم التحليل أوروبا تطلب أمريكا تطلب كندا هذه الشهدات لا يمكن التلاعب فيها دكتور لا صعبة جدا لأننا نتكلم على مصانع عالمية معترفة وعندها شهدات التصنيع الجيد هناك من يراقبها هناك من يراقب في الدولة نفسها الدولة الأوم نفسها تراقبها ولكن إذا عندك شك يعني شفت أنه نسبة مشكوك فيها تقدر تطلب تحليل في مختبر معتمد ولذلك بعض الأدوية التي لم يزلت اليوم في القائمة طلبنا التحليل مع المملكة العربية السعودية ننتظر تحليل هذه الأشياء تحدث بين فترة وأخرى مع أدوية مختلفة مثل ما اتفضلت قبل سنة كان مع أدوية خاصة بالضغط والسنة والمعدة أيضا السنة والسكري هل ممكن تصلون لمرحل ما تصير هذه الأمور لا تحدث مثل هذه يعني الاكتشافات أن بعض الأدوية تكون مصرطنة أو تسبب ولا مو ما أعتقد نقدر بس دورنا يعني اللي أقصده هو ليس تقصير ليس يعني عدم القيام بالمسؤولية الكاملة في البحث والتقصي قبل إدخالها للسوق المحلية ظاهرة عالمية لا نحن نتكلم إيه على شيء عالمي ما صور بس في بحرين أو مصنع بس معين لا نتكلم على أدوية مختلفة وشركات مختلفة وممكن شركة واحدة منتج واحد زين ومنتج لا فلوزم في شيء في التصنيع في كذا فطلبنا منهم هذي دخلنا لها منتج ومنتج قلنا لا أنت تقول أنه ممكن مئة في المئة يدخل كل شيء نشوف الحمد لله في البحرين أنا أقول لك نحن نسيطرين مئة في المئة لا يدخل دواء مزور صعب لأننا نحن مشددين جدا لازم نتيب لي شهادة جودة من البلد الأم وإذا لا يوجد شهادة على الأقل شهادة من دولة يعني إذا لم يسجل لأننا نسجل تسجيل الدواء والتسجيل الدواء ليس سهل وائد في طلبات والملف كامل الإلكتروني وندقق على النشرة بالعربي والإنجليزي ونحن نسجل ونحن نتيب لي كل شيء هناك بعض الأدوية نظرا لعدم قدرة الشركة تسجيل ندخلها تسجيل مؤقت لكن لازم بعد أطلب شهادة جودة أو أنني أتمنى أن الدواء ليس مزور لكن هناك أدوية مقلدة بمعنى أن يكون فيها نسبة المادة الفعالة أقل صعب تدخل نحن فيه دواء اسم دواء جنيس هذه دواء جنيس كابسولة نفس الشكل داخلها ضحين أو داخلها شكر لا يوجد دواء ضد بطلة ممكن مجرد ضحين ونشا لا يوجد دواء مزور لكن العلبة من بره نفس الشيء الجنيس هو أن المادة الفعالة المادة الفعالة موجودة ومختبرة ونحن نقبل منها وليس أي دول وليس أي مختبرات يجب أن تكون خليجيا معتمدة طبعا كل الدول الخليجية تأخذ قرارات مشتركة لكن بعض الدول تسرع في اتخاذ القرار أن أنا حذرة أكثر لأن تعاف بعد إذا أنت لم أخذت القرار المجتمع ممكن يلومك لماذا أخرتني لماذا لم أخذت القرار بسرعة قرار يجب أن يكون في توازن إذا أخرت موزين وإذا سرعت سبب قلق فأنا أفضل أن أخذ احتياطاتي مبكرا ولا أكون متأخرة وأولام على عدم تأديتي لمهامي للرقابة على الدواء صعب أن الحمد لله الأدوية ندقيق عليها ما هو البرتوكول في الهيئة الدكتورة أو الاستراتيجية أو النظم التي من خلالها تسمحون بدخول دواء إلى البحرين إلى السوق البحرين يتأكدون من صحتها من سلامتها من كل هذه الأمور أول شيء طبعا هو قانون الصيدلة هو الذي يحكمنا قانون 18 وقانون 20 المعدل عليه أنه لا يدخل المملكة البحرين أن يكون مسجل وفيه ستة أشياء يطلبها يطلب شهادة الجودة شهادة التصنيع الجيد شهادة الترخيص لبيع المنتج التحاليل التي سووها الأبحاث التي سووها على الدواء أنه يثبت في درجة حرارة الخليج أنا ممكن يبدو مصنع حق أوروبا لا يصلح لي آنة إذا خزنت عندي يخترب تتطلع فيها الشوائب فكل هاي الأشياء أحيانا الأدوية المعروفة القديمة بعض الوثائق الجودة لا يمكن وشهادة التي هي من الشركة من الهيئة الأوم يعني هيئة مثلي يعني لو أنا أنا حين على وشك أنه يعني خلاص يصير عندي مصنعين في البحرين إن شاء الله صحيح أول شيء لأنه يصدر أدويته للخليج أو حتى لأمريكا يقول لأي شهادة الهيئة أنتو تاتون نحن نعطيه لأنهم يعرفون أنه هي هيئة رقابية ويتخلي مفتشين عنده ويذهبون ويتأكدون من التسلسل عملية التاصل أنتو في الأدوية التي تريدونها تطلبون نفس الشيء فهي لازم يقدم الملف كامل يقدم شهادات الجودة على الأقل أحيانا قليلة جدا إذا في دوا بسيئة من دولة معتمدة وما عندها شيء أو ناقص ومحتاجين حق مريض معين يكون في نوع من المرونة لأنها الدوا منقذ للحياة بس مو من أي مكان لازم عنده على الأقل شهادة واحدة على الأقل تثبت لجودة الدوا جميل إذن قبل أن نختم دكتورة نحب نختم كلامنا في أن ما حدث هذه ليس نتاج تقصير أو عدم اتخاذ إجراءات كاملة وأن ما هذا شيء يحدث لأن في العالم كله يتم اكتشافه ولا يتم اكتشافه إلا بعد فترة من خلال ما تفضلت فيه من البروتوكول العالمي وبأن أنتو تقومون بالمتابعة بشكل دوري مع أي شيء يعني يعلن في العالم ويتقومون بكل هذه الإجراءات والذي كان يستخدم هذه الأدوية نأكد أنه لا يوجد داعي للقلق أو الخوف لا يوجد داعي للقلق والخوف وهذه الدوا أو الإجراء هو إجراء في كل الدول ليس نحن بس لأننا في البحرين وفي الخليج لا هو في أمريكا في أوروبا في كل مكان نطلبه من الشئ لأننا شركات معروفة ونحن نثق في هذه الشركات ونطلب منها هذه البجاجة عند الآن نحن أعلننا عن قائمتين إذا اسم دواك مكتوب فيها أنت مطمئن وتقدر تواصل فيه إذا دواك مو موجود راجع طبيبك هو يقرر معك يعطيك البديل إذا موجود أو إذا مو موجود تقدر تستمر عليه ما تطلع النتاج كل البدائة الموجودة على فكرة بدائل السليمة طلعناها اليوم موجودة لا يتوقف عن نخذ الدوا من نفسه يراجع طبيبه كم قائمة بعد أن تتوقع بعد عندنا قائمة أو قائمتين قائمتين إن شاء الله أعطيكم العافية دكتورة شكرا لك جهدكم كبير أنا شاكر ما تفضلتي فيه اليوم إن شاء الله يكون الصورة وضحة للناس كلها ونطمنهم إن شاء الله إن شاء الله يعني ما عليهم خوة كل الشكر يعطيك العافية كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة